بعدما خفت صوت الاحتجاج اللبناني على إعلان إسرائيل العثور على كميات هائلة من الغاز الطبيعي في حقلية الغاز تمار ولفيتان في البحر المتوسط انطلقت تل أبيب نحو استثمار هذا الاكتشاف الذي وصفته بالكنز الذي سينقلها إلى مصاف الدول الغنية على صعيدي الاقتصاد والمكانة الاستراتيجية في المنطقة وضمن الاتفاقات التي وقعتها إسرائيل ستكون كبرس وتركيا حلقة الوصل مع أوروبا بحصولهما على الغاز عبر أنابيب من الحقلين وهي تسعى لتوقيع اتفاقيات لبيع الغاز إلى السلطة الفلسطينية ومصر والأردن كان يمكن ضمان الاستفادة من الغاز حتى 40 عاما ولكن بيع الغاز إلى الخارج يعني أن المستفيد الوحيد تركيا وربما الصين الانتعاش الإسرائيلي الذي عبر عنه رئيس الحكومة بن يامين نتنياه لدى انطلاق تصدير الغاز انعكس في إسرائيل بخلافات محتدمة وتظاهرات اجتاحت الشوارع ودعوة قضائية في محكمة العدل العليا ضد القرار بتصدير 40% من الغاز قرار الحكومة بمثابة سرقة من الجمهور وفضوع المخزن أمام ضغوط المستثمرين سنقدم التماسا لملع تنفيذه فهو يشكل أيضا ماسا خطيرا بالاقتصاد عندنا والعاصفة التي تشهدها إسرائيل في الصراح حول الغاز الطبيعي تشتد داخل مياه البحر المتوسط إذ أجرى سلاح البحرية الإسرائيلية تعديلات على خطة دفاعه وأنشأ وحدة خاصة سماها مقاتلي الحماية الاستراتيجية وستكون مهمتها الأساسية حماية أبار الغاز وحماية أهداف في الخارج والحدود الإقليمية كما تتدرب وحدة معروفة باسم النحلة على كيفية التعامل مع سيناريو تنفيذ عمليات انتحارية داخل البحر واختراق الحدود البحرية على رغم المعركة الداخلية في إسرائيل حول الغاز إلا أن الهم الأساس للدولة العبرية اليوم هو استثمار الغاز الطبيعي لتوطيط مكانتها الإقليمية وتوسيع تحالفاتها في المنطقة أمالي شحادي من مدينة حيفا ترجمة نانسي قنقر